شكرا لك مرحبا بك ومرحبا بذيوفك بالنسبة إلى التفوق منذ مدة هناك تفوق كبير بالنسبة إلى الجيش العربي الليبي وهو يتقدم بخطة ثابتة وقوية جدا ضمن خطط عسكرية مهمة جدا لهذا أصبح أردوغان يتحرك يمينا وشمالا حتى يخفض من وطأة التقدم للجيش وأوهم الجانب الروسي والذي لا أريد أن أقول أنه أوهمه ولكن هناك الكثير من المصالح بينهم بصراحة ما جعله يأخذ هذه الهدنة حتى يتنفس ويذخ نوع من الأكسجين إلى حكومة الميليشيات الحكومة الميليشيات وحكومة السراج هي حكومة بطبيعة الحال هي فاشلة على جميع المستويات وخاصة وأن الوضع الليبي أو الملف الليبي الآن لا نتحدث عن حلول سياسية كيف يمكن أن نتحدث عن حلول سياسية والأرض ما الآن بالإرهابيين والميليشيات والسلاح وما إلى ذلك نحن هناك خطأ كبير جدا الآن يعني يتداول وكأن الناس الكل يلزمها تفهم وتقتنع بأخطاء معينة يعني والأخطاء نحن عبر التاريخ من 2011 ونرتكب في أخطاء تروج ونتبنها أنا أقول من جهتي أولا لأنني أنا مهتمة جدا وعندي أكثر من ست سنوات مهتمة بالملف الليبي كذلك أنا قريبة وجارتي ليبيا ونحن بلد واحد تونس وليبيا فلا يمكن أن أتحدث اليوم عن حل سياسي قبل أن يكون هناك حلول أمنية قبل أن يكون هناك يعني فرض الأمن على الميدان يا أخي أنت عندك انتخابات يعني بيش تدخل تحكي على فما انتخابات وفما مرشح من الحزب الفلاني أو الحزب لا فما حاجة يفرزها الواقع اللي أفرزوا الواقع اليوم ومنذ مدة والناس والمجتمع الدولي وكأنه يعني بصورة متعمدة ما يحبش يسمع ويقول أنه الأرض الآن الأراضي الليبية معبية بالإرهاب بالدواعش وحتى تحرك الجيش العربي الليبي ومؤسسة أنا على فكرة لا أتكلم على أكيد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا هو جنرال حفتر لكن أنا أقول المؤسسة العسكرية لما اتخذت القرار والقيادة العامة لما اتخذت القرار للذهاب إلى التطهير وإلى تحرير ترابلس تحرير ترابلس من الإرهاب تحرير ترابلس من الميليشيات تحرير ترابلس من العصابات فكان لها خطوات متميزة والخطوات المتميزة هي ورقة تعتبر لصالح الجيش العربي طيب هذه نقطة كيف يمكن استغلالها سعود إليك فيها لا على الطاولة تحرير ترابلس من المتحدث تحرير ترابلس من المتحدث ترجمة نانسي قنقر